جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا يا محمد انسب لنا ربك نابع نعرف نحن نعرف العزة من وين جاءت و منات من وين جاءت حتى بعض الآلهة كانوا ينسبونها أنها بنات الرحمن و الملائكي كانوا يقولون بنات الرحمن و بعض الآلهة كانوا يقولون أن لها علاقة بكذا و كذا كل واحد مطلعين نسب قالوا أنت ربك وين نسبه شنو نسبه من أبوه من جده هكذا كانوا يقولون فأنزل الله عز وجل سورة من أعظم سور القرآن هي تعدل ثلث القرآن قل يعني يا محمد قل لهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد الله أعلى من أن يوصف بأنه ولد أو له صاحبة أعوذ بالله الله لا يوصف بهذا هؤلاء البشر مخلوقات نعم تحتاج للولد فتلد أما الله أعلى من هذا قل هو الله أحد الله الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ الخلائق كل الخلائق تلجأ إليه جل جلاله هذا هو الصمد وَقِيلَ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَقِيلَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً أَحَدْ لا شبيهة ولا ندة ولا مثيل له جل في علاه لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله جل جلاله ليس كمثله شيء ولأنها من أعظم سور القرآن كان كثيراً يقرأها صلى الله عليه وآله وسلم في سور النافلة ويحث الصحابة عليها وكذلك جاء الصحابة يقولون أن رجلاً من الأنصار كان كلما قرأ سورة في الصلاة أم الناس في السرايا وغيرها في الأسفار كلما قرأ الفاتحة وقرأ سورة يختمها بقول هو الله أحد فاشتكوا عند الرسول هذا كل يعيد سورة الإخلاص فجاء النبس صلى الله عليه وسلم به قال لما تفعل هذا قال إن فيها صفة الرحمن كلها تصف الله عز وجل وإني أحبها فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله عز وجل يحبه شبتشون أحب سورة الإخلاص فأحبه الله جل جلاله ليش صارت ثلث القرآن؟ لأن فيها الإخبار عن الله القرآن أحكام وقصص وأخبار الأولين وفيها أسماء الله وصفاته أخبار عن الله عز وجل فهي ثلث القرآن أيضا؟ ترجمة نانسي قنقر